السلام عليكم مفيش أذبي ولا علمي وزير التعليم تطبيق الثانويات العامة الجديدة خلال عامين قال الدكتور الرضا حجازي وزير التربية والتعليم إن الوزارة ستعمل قريبا جدا بالتعاون مع وزارة التعليم العالي على تطوير مرحلة وأضاف حجازي خلال مدخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بطر ببرنامج كل يوم المذاع قناة مساء الخميس أن الوزارة تجهز لتطوير نهج الثانويات العامة وعرض المقترحات على حوار مجتمعي قبل إحالتها للبرلمان وأشار إلى أنه سيكون هناك مناهج جديدة بشكل مختلف وتعدد المسارات والفرص وحرية الاختيار متابعة مفيش حاجة اسمها علم وأبو ورياضة الثانويات العامة الجديدة وأوضح لا أريد الإعلان عن تفاصيل أكثر والقانون سيطغير وسيتم طرح الأمر على الحوار المجتمعي ومن ثم يتم عرضها للبرلمان لتصبح قانونا ومن ثم يتم تطبيقها مشيرا إلى أن التحول إلى نظام الثانويات العامة الجديدة قد يستغرق عام أو عامين وبعدها يبدأ تطبيقه من الصرف الأول الثانوي وها هنا قد وصلنا إلى نهاية الفيديو أرجو أن يكون قد نال إعجابكم